إمكانية الإفراج الفوري عن المختطفين سيد العميد كله بلغة التوانسة اللي يحسب واحده ويفضله باي أنا تعقيبا على ما قاله أخي بول بابا قال هي أقوى حرب صارت بين الفلسطينيين والصهاينة أنا أقول له هي أقوى حرب صارت بين الصهاينة والجوش العربية المجتمعة ما قام به السنوار لم تقدر عليه أعتى الجوش العربية وتحمل مسؤوليته في كل كلمة أقولها يعني بقوة صغيرة الحجم بأسلحة متواضعة تمكن من الصمود سنة كاملة مش أمام الصهاينة أمام الصهاينة والكتلة الغربية برمتها والرأسها الولايات المتحدة الأمريكية يعني باستعلاماتها وأسحتها ودخلتها الأمكاء 84 أكثر القنابل المدمرة في العالم يعني في هذا استراتيجيا على المادة الطويل سيبقى في الذاكرة وسيبقى في ذاكرة الأمم العربية على أنه من تصدى للصهاينة هو يحيى الصنوار بهذه الطريقة وقدر على ما تقدر عليه هذه الجيوش التي تعدادها 10 مليون جندي وعشرات ألف الدبابات ومزنجرات وطائرات ولم يتحرك أمام الصهاينة إذن هو في حد ذاته إنجاز عظيم سيبقى سيخلده التاريخ هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أنا سأجيب عن سؤالك بسؤال لما أحبط الجميع يوم السشهدة سمحت سيد حسن نصر الله قلت لكم انتظروا ما سيحدث أسألكم الآن أما أقوى اليوم ردود المقاومة اللبنانية زمن سمحت سيد حسن نصر الله أو اليوم اليوم أقوى الإجابة واضحة أن اليوم ما عندنا شنطلقوا صاروخين وعشر أو ثلاثة ميتين وخمسة ألف صاروخ وخمسين صاروخ وحيفا معناها شفتوا شنو اللي صار وأنا أؤكد لكم ما سيحدث في غزة هو بالضبط ما حدث في لبنان أنا كنت أشاهد بعض الشباب الذين خلفوا سمحت سيد حسن نصر الله من القادة الجدد الشبان والله بأس وكلام يدل على فعلا ما سينتظره الصهاينة هي أيام سوط لأن هؤلاء ليسوا دبلوماسيين وليس لهم تريث وربما صبر سمحت سيد حسن نصر الله سيكون بأسهم شديد وكلهم مشاريع شهادة وسترون ما سيقع أنا متأكد أن لن يتغير شيء على الميدان كما قلت لكم القيادات راهي معناها قيادات مربعات قيادات فصائل كل فصيل له مكانه له ذخيرته له أسلحته له استعلاماته ويعني يشاكس العدو ويوزعج العدو ويرمي العدو كل في مكانه وبسألت هذه يعني يسهل الآن يعني استيلام ربما إطلاق صراحة أسرع فهم يحلمون رجعين في الساعة ثانية لما بعد سنوار جزتما سيد العميد يعني كذلك سنتحدث نفس وزيرة الخارجية الإسرائيلي يقول هذا قتل السنوار سيحدث تغييرا قد يؤدي إلى واقع جديد في غزة من دون حماس من دون سيطرة إيرانية يعني ما بعد استشهاد السنوار ولهنا نتحدث عن قائد لم يتم اغتياله استشهده في ساحة الوغاء ما نقولوش اغتيال السنوار كما قلنا اغتيال إسماعيل هنية واختيال حتى حسن النصر الليوم نتحدث عن استشهاد قائد في ساحة الوغاء دكتور سليم العسلي هيئة البث الإسرائيلية تقول نتيجة فحص الحمض النووي ستظهر خلال أربع ساعات لديان ولا الدياني كما يقول الكتيبة المستشرقين اللي هنا كيفاش يصير هذي وعليش بعد أربع ساعات نتحدث عن استشهاد سار في الساعات الأولى أو فجر هذا اليوم كيفاش يعملوا في الهيئة أو في الجيش الإسرائيلي نها هو معانتها التقطيع الجيني معانتها سيكونسياج دا ديان عندهم هما في البث الدوني عندهم في البث الدوني كيفاش تقلب العرب قاعدة البيانات قاعدة البيانات قاعدة البيانات طبع سوية على كل حال في نهار وبش تخرج الانتيجة هذا هو أنا نحب جوز تنعقب على وزير الخارجية نتع الكيين المحتل اللي قال معانتها حماس باغتيال الصنوار باستشهاد نحن نقول الصنوار حماس بش تخرج تتنحها من غزة حماس فكرة وحماس معانتها الامور واضحة راه وهم ما مهمش فاهمين العقلية حماس ما الفكرة ما تتنحها والكفاح المسلح ما يتنحها إلا ما يتنحها الاحتلال وياخذ حقوقه تنك فما أرض مختصبة وبلاد محتل ديما فما الكفاح المسلح والجهاد في سبيل الله هذي يراهو ما غير لا صنوار عقيدة عقيدة معانتها راسخة في المقاومة استوشت شيخ تواسمعت الزميل معانتها الفلسطيني الصحفي الفلسطيني شكان يحكي قال لك فما صدمة الواقع فقيلة آما رانا عنا ألف صنوار وعنا ألف معانتها هذي يراهو ما فهمتش هالتسويق الاعلامي بش يقعد وهمتوا هذي يراهو بيعوا فيه للداخل انتاحهم بش الحكومة هذي مطيحش معانتها والله أنا في بلسطهم نحشم عام في رقعة كيما غزة صغيرة عام والراجل يموت بطل هز مكحلته عليهم وصلاحه يموت صدره بارز وبطل له متخبي له حتى شاي في اعتى معانتها الطائرات والسلاح الجوي والمدفعية والاستخبارات والدول الغربية وشوف مقعد حتى حد ما تجندش معهم معانتها والله طول بارح نحكيه على خطط جنراليات حرب تجوية عمرها ما صارت في العالم معانتها ابادة جامعية وحتى عقوبة اقتصادية على اسرائيل هالعالم الغربي ما يعملوا انا نجاوب مش انا نجاوب الامة الكل جاوبها الوزير هذي فهمت يقوله روح حماس فكرة ولن تموت معز استشهد السنوار وهو يحارب هكي وراء اما في نفس اللقاء شو نصير في اوروبا لقاء بين قادة الخليج والاتحاد وقادة الاتحاد الاوروبي شفت المعادلة الاتحاد الاوروبي كيسمعنا وزير الخارجية الالمانية تقول سوف نستمر في دعم الكيان مهما كان الثمن ونشوفه في وزراء ورؤساء اخرين قاعدين يدعموا بالكيان ومستعدين يدعموها الى اخر رمق ويلتحقون بهم الامراء وقادة الدول العربية لتباحث على سبل يعني السلام في العالم والسنوار حامل بنتقيده يستشهد وهو يواجه الكيان هذه الصورة اللي زمان تقعد في بال كل عربي شريف شكرا بيه 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 شوف معناها انا اتفق مع السيد العميد سماح في النقطة اللي قالها مؤخرا ان معناها ما بعد اغتيال السيد حسن نصر الله تصاعدت المقاومة في لبنان بشكل غير مسبوق وهنا منذ يومين شفت احد المحلين الاسرائيليين يقول صحيح اننا قضينا على نصر الله ولكننا خسرنا عدوا عاقلا نصر الله كان دايما يحاول في كل الردود الفعل وفي المعارك اللي يخلط فيها مع الكيان الصهيوني انه ما يستهدفش المدنيين يركز عن النقاط العسكرية يحاول دايما ان يجد نوع هكذا من الاحترام قواعد اشتباك قال بعد اغتيال حسن نصر الله من طبعا القيادة بحزب الله الان تشكلت وتشتغل في السرية صار القصف في كل مكان وبالف الصواريخ ووصلوا الى حيفا ولا هرتسيليا في تل ابيب الى غير ذلك نفس الشيء هذا سيحصل ما بعد السنوار ايضا لان